وقع محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال زيارته مع الدكتورة صحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي إلى واشنطن بروتوكول تعاون مع البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإدارية وعقد عرفان ونصر عدة اجتماعات مع قيادة البنك الدولي وناقشا التعاون في مجالة مكافحة الفساد والحوكمة والشفافية وأكد رئيس الهيئة التزامها بتنفيذ توجهات الرئيس السيسي في العمل على مكافحة الفساد قبل وقوعه وتصدي له بمختلف أجهزة الدولة